اتفضل الله يا اخوزير داخلية ان شاء الله سترى النور بالقريب العاجل لكن عندما نتكلم عن الأحداث سأأتي من الآخر الأحداث هناك كويتيين بالتأسيس موجودين بالأحداث فلا نميز في عملية ولا أخوف في عملية ما حدث في تيمة في الفعامنا الأخيرة نحن نعمل على آلية عمل ليليا يطلعون لنا من 35 إلى 40 شباب يقذفون مخافركم يكثرون دورياتكم وشفتوا أردى إصابة برجال الأمن سبع غرز براسه لا والقبلة أنه لما يضربه بصخرة ويطيح مقشي بيجيب ستين بضربة بعد فما أردكم أنتم تردون حل الغفية شيء وحفظ الأمن شيء فأشكر زملائي رؤساء اللجان وعضاء اللجنتين اللي قاعدين نشتقل على إن شاء الله وضع عالية وإحنا بصدد يمكن إذا مو هجلس الجلس الياء ينتناقش على موضوع العدد والآلية لم تتكامل اللي لاحق بيأخذه واللي ما لاحق بيقول لا في أثنين توهم أبعدوا ومعروفة شنو جمع سيهم شكراً أخي الرئيس شكراً لك صالح شكراً لك بيزر داخليل فضل الله صالح أشور شكراً أخي الرئيس شكراً لك لو كان هذا الحدث الله يخليه لهله شيء اللي يعلم الكويت ولا يفطه ويطالب بحقه أقسم بالله لم نمسه ولا نمسه هذا واحد أثنين الحدث اللي سويتم منه وبعض وسائل الإعلام وتلهم من مدرسته هذا مو صحيح استدعي ولي أمرك وقلنا له هذه هذا ما عمل ابنك إذا كان الحدث يضرب مخفركم وترضون إذا كان الحدث يضرب دورياتكم وترضون هذا موضوع آخر شكراً أخي الرئيس شكراً للأخ الفضل الله أحلية فضل الله صالح شكراً للمشاهدة